موسيقى في مجالنا اليوم صراع الحدود البحرية في شرق المتوسط لبنان انفجار بيروت بوجه الطبقة السياسية سياسة بن سلمان لملاحقة المعارضين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصان نجاح وبدايتنا بالعروي انقرة تشدد على تمسكها بتنفيذ الاتفاق البحري مع ليبيا واردغان يؤكد ان اتفاق مصر واليونان لا قيمة لهم تداعيات انفجار مرفع بيروت دعوات لتحقيقات مستقلة وشفافة ويعادة النظر في النظام السياسي للبلاد ضابط الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري يقاضي بن سلمان امام محكمة امريكية ويتهمه بمحاولة اغتياله نستهل مجالنا من شرق المتوسط حيث اكد الرئيس التركي رجب طيب اردغان ان ما يسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان لا قيمة له واضف اردغان ان تركيا ليست بحاجة الى تباحث مع من ليس لديهم اي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية واضف الرئيس اردغان ان تركيا ستعاود التنقيب في النقطة ذاتها التي ارسلت اليها سفينة خير الدين بارباروس من قبل بسبب عدم التزام اليونان بما جرى الاتفاق عليه من قبل بطلب من المستشرة الالمانية انجلا ميركل تفاصيل اوفا لدى الزميلة امن العمدوني نعم عصام اتفاق مصري يوناني يرسم الحدود البحرية بين الدولتين وهي مناطق بحرية اقتصادية تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز شرق المتوسط تزعم اليونان ان اتفاقها يقوم على احترام مبادئ واساسيات القانون الدولي فيما يقول الجانب المصري انها تتيح لكل البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات النفطية في المنطقة لكن الرد التركي اتى سريعا وحازما من الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اكد ان هذا الاتفاق باطل ولا قمة له مضيفا ان بلاده ليست بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم اي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية بخصوص الاتفاقية بين اليونان ومصر ليس لها اي قيمة بالنسبة لنا وهي اتفاقية باطلة لانه عند النظر الى تلك المنطقة فلن نجد اي حدود مشتركة لليونان ومصر فكيف لهما ان يقما بمثل هذه الاتفاقية في ظل الاتفاقية السارية والموقعة بين تركيا وليبيا فمصر واليونان ليس لهما اي حقوق في تلك المنطقة اردوغان اضاف ان تركيا ستعاود التنقب في المنطقة بسبب عدم التزام اليونان بما تم الاتفاق عليها وذلك بعد ان ابدت انقرة حصن النوايا في وقت سلكت فيه اثينا مسارا اخر يعقد الامور في شرق المتوسط المستشارة الالمانية طلبتنا بوقف التنقيب من اجل تسهيل حل البشاكل مع اليونان في تلك المنطقة فسألتها هل تثقنا باليونان وبقية الاطراف لاننا لا نثق بهم وبعد استجابتنا لطلبها لم تلتزم اليونان لذلك سنعود على الفور عمليات التنقيب وارسال سفينة خير الدين بربروس الى نقطة التنقيب ذاتها على المستوى القانوني اكدت الخارجية التركية ان اتفاق اثينا والقاهرة في حكم العدم واشارت في بيانا لها الى ان اليونان وادارة قبرس اليونانية تحاولان تجاهل حقوق تركيا بالمنطقة عبر ابرامي اتفاقات مع دول كمصر واسرائيل نرفض ما يسمى الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان هذه الاتفاقية التي وقع عليها وزيراء الخارجية المصر واليونان في القاهرة باطلة بالنسبة لنا تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري وايضا هذه الاتفاقية مخالفة للحقوق البحرية الليبية اما خارجية والوفاق الليبية فقد قالت انها لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية واكدت ان مذاكرة التفاهم الموقع مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثق الدولية وانها ماضية في تنفيذها يحتدم الصراع في شرق المتوسط في ذل مساعي دول اقليمية الاستئثار بالموارد الطبيعية في المنطقة فيما تؤكد تركيا ان الباب لم يغلق امام التفاوض لكنها تشدد في الوقت عينه على انها لن تتهون في حماية مصالحها وانها لن تسمح بأي محاولات لفرض الواقع وتجاهل الحقوق التركية وحقوق القبارسة الاتراك تقارب مصري يوناني واتفاق تره انقرة في حكم العدم فيما ستعيد الخطوة اليونانية الاخيرة السفن التركية الى مناطق التنقيب في شرق المتوسط بعد ان اثبتت اليونانة انها غير جادة في اي مفاوضات بشأن اقتسام موارد المنطقة شكرا لك يا امنا ونرحب بضيفنا الذي ينضم الينا عبر سكايب من العاصمة التركية انقرة دكتور احمد ايصال رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط دكتور احمد مرحبا بك اذا مساء الخير تركيا وعلى لسان رئيس الجمهورية الرئيس رجب طيب اردوغان اعتبرت ان هذا الاتفاق الموقع بين القاهرة واثنة في حكم العدم كيف ستترجم انقرة هذا الموقف عمليا برأيك عمليا تركيا لا تعتبر ولا تعترف هذه الحدود لان هذا الاتفاقية بين الطرفين باطل يعني وباطلة وهم ايضا لا يعتبر وجود تركيا ووجود القبرص التركية واهل المنطقة يعني مصر للأسف اعطى كل شيء لليونان وايضا اخذ حق اخواننا الليبيين وتنازل حتى عن حقهم يعني هذا طبعا لا يصلح ولا يعدل وتركيا لن يعترف ولن يقبل هذه الاتفاقية لان هذا يتجاوز على حقوق البحرية لتركيا ولليبيا واهل القبرص يعني هذا يحدد تقريبا يعتبر تركيا ليس لها اي حدود البحرية يعني هذا مستحيل وايضا مضحف يعني تركيا يعني تركيا حوله في مثل الجزيرة يعني تركيا يعني اطرافه ثلاثة يحيطها البحار وهذا من البحر ايجيا وبحر متوسط واليونان يعني يريد ان ينقلب على حقوق الاتراك وايضا مصر يعني معهم للأسف هذا لا يخدم مصالح اي طرف وتركيا ستترفض هذه الاتفاقية تماما طيب البعض يرى بان سعي اليونان ليبرم هذه الاتفاقية مع الجانب المصري بهذا الشكل الذي وقعت به انما جاء لمحاصرة الاتفاق التركي الليبي كيف ترى ذلك؟ نعم هم يحاولون على ذلك لان استفادت شعب الليبي لان الحقوق الدولي يعتبر الكتة القارية وتركيا قارة في اسيا وايضا مصر وليبيا يعني تقسم بين الطرفين والجزر قابل الاهمال يعني يعتبر استثناء موجودة بين الدول الاوروبية يعني هذا الجزر لا يعتبر ولو جزيرة كبيرة مثل قبرس وهو يعتبر يعني يقطع لهم الهقوق حوالي القبرس لكن هذا الجزر الصغيرة الذي لا يعيش فيها حتى بعض الجزر لا يعيش فيها الناس ويعتبرون هذا حقهم ويستطيعون ان يبعد تركيا من هذه الاراضي هذا طبعا غير منطقي وغير أقلاني وهذا طبعا يحاول أن يضر حقوق الليبيين أيضا للأسف الانقلابيون دائما ينقلب على شعوبهم وعلى حقوقهم حقوق أهلهم وغيرهم يعني وجيراني طيب دكتور أحمد كيف تفسر الموقف اليوناني باتخاذ هذه الخطوة التي تراها أنقرة خطوة تصعادية وغير صحيحة الأسبوع الفائت كانت هناك تصريحات من الجانبين بدأت إيجابية من المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قلن وقابلتها تصريحات أيضا من وزير الخارجية اليوناني وقيل بأن ربما مفاوضات ستجمع الطرفين والأجواء كانت إيجابية لماذا تغير الحال من الجانب اليوناني؟ هذا أعتقد من إملاءات الغربية ممكن إتحاد الأوروبي أو إسرائيل يعني إسرائيل يبقى وراءهم ولا يظهر موقفهم حقيقي وهذا أيضا نرى أن يونان عندهم رؤية يعني يكسب الأقصى في شرق المتوسط ويركب سفينة الاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد الأوروبي أيضا لن لا يدعمهم بشكل قوي لكن الاتحاد الأوروبي سابقا قبل قبرص كالدولة موحدة بغير حق أو قبل أن تحل المشكلة في الأمم المتحدة يعني هم أخذوا بالتناقضات يعني أخذوا قبرص ويحملون شعب تركي هناك أيضا وجود حقوق الأتراك في قبرص سلس تقريبا الأتراك أو قريبا من نصف وأيضا يعني يحملونه تركيا لكن هذه الأوقات الأزمات بالكورونا بالأشياء أخرى أعتقد أنهم عندهم حصابات خاطئة لأن لا يستطيع أن يراحنوا على هذه الحسابات الاتحاد الأوروبي مفتتة بينهم وعندهم حصابات مختلفة رأيناه في الملف الليبي وفي ملف السوري ليس هناك موقف موحدة لدول الاتحاد الأوروبي اليونان تراحن على ذلك على دعم الغربي وأعتقد هذا لن يحصل شكرا جزيلا عبر سكايب من أنقرة دكتور أحمد ويصال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إلى لبنان حيث دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت مشددة على ضرورة الاستجابة لدعوات الضحايا للمساءلة من جانبه قال الرئيس اللبناني مشيل عون إن أسباب انفجار مرفأ بيروت لم تكتشف بعد وأن احتمالية الاعتداء الخارجي لا تزال واردة فيما تثور مطالباتنا بشأن تغيير النظام السياسي في البلاد الذي أوصل لبنان إلى هذه الحال لم تستفق بيروت بعد من هول صدمة الانفجار الذي ضرب مرفأ كان يزود لبنان بالجزء الأكبر من احتياجاته الأساسية فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجينة وسط دمار هائل في المنشآت والمنازل زاد من أوجاع الناس الذين يطالبون منذ أمد بإطاحة الطبقة السياسية التي تهيمن على لبنان منذ عقود قلنا خمسين سنة من ناضل لكي وين وصلونا خمسين سنة عام الناضل تنقدر نربع عائلتنا بهال الظروف اللي نحن فيها جابوا لنا إخرتنا عاما نربع لا إخرتنا جابوا لنا إخرتنا كارثة المرفأ وقعت في خضم أزمة اقتصادية ومشاحنات سياسية سبقتها احتجاجات طالبت بإزالة النخب الحاكمة ومحاكمتهم لكن لا شيء ملموس على الأرض وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي زار لبنان والتقى الأهالي الذين دفعهم غضبهم ويأسهم للتوسل إليه لإنقاذ بلدهم في مشهد بدى وكأن ماكرون الرئيس الفعلي للبنان كما يقول الشارع هذه الحماسة دفعت الرئيس الفرنسي لتوجيه ضربة للسياسيين بإعلانه توجيه المساعدات مباشرة إلى الشعب دون أن يضع الفاسدون يدهم عليها بحسب قوله ودع من قلب بيروت إلى مثاق سياسي جديد وإصلاحات جذرية خلال جولته في الشوارع المتضردة التي لم يجرؤ أي سياسي لبناني على القيام بها يطلعوا يلا واحد مسؤول إذا عنده أحساس وكرامة يطلعوا لأن كل اللي عندنا تأمن بلا أحساس بلا كرامة بلا دم بلا شئم بلا شيء مجبريين كلهم منهم هول زيارة ماكرون لابد أنها كشفت حجم الفساد المتراكم لسنوات وانعدام الثقة بين الشعب وسلطته الحاكمة وجلهم في الأصل أمراء حرب سابقون وقادة ميليشيات في الحرب الأهلية ومن جهة أخرى فإن حديث ماكرون عن لبنان جديد ونظام جديد ضاربا بالسياسيين عرض الحائط ما هو إلا استغلال لكارثة بحجم انفجار المرفأ ومحاولات لإعادة تموضع بلاده في منطقة يتراجع فيها دورها بشكل كبير وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ توفيق شمان أستاذ توفيق مرحبا بك لو بدأنا بما صرح به الرئيس ميشيل عون أهلا بكم أستاذنا الكريم عن سبب الانفجار بأنه ما زال مجهولا وهو أيضا لم يستبعد إمكانية التدخل الخارجي عن طريق صاروخ أو قنبلة أو ما إلى ذلك كيف تقرأ هذه التصريحات؟ مهما كان الفاعل يا سيدي وبالتالي مهما كانت الجهة التي يمكن أن تكون كد مارثة التفجير المباشر ولكن هناك مسؤولية تقع على طبقة الفساد السياسية في لبنان نحن أمام قنبلة نووية انفجرت في بيروت لم يكن ينقص هو المواد الجرثومية وأظن بأن أي مطالبة منها النوع هو محاولة لحرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين هذه المواد مخزنة منذ نوفمبر 2013 يعني تقريبا حوالي سبع سنوات وبالتالي هناك مراسلات تم الكشف عنها أمس واليوم من كبار المسؤولين في المرفأ من كبار القضاة إلى المسؤولين في الدولة وبالعكس أيضا وكان هناك تحذيرات من خلال هذه المراسلات بأن العنبر رقم 12 يحتوي على مواد خطرة لكن هذه الطبقة التي كانت تتلهى بالمحاصصة وتوزيع المناصب استثنت كل ذلك تغافلت كل ذلك تجاوزت كل ذلك إلى أن وقعت النكبة هذه النكبة لم تعرفها بيروت منذ أكثر من 1500 سنة في الزلزال المشعور الذي أريد أن أقوله هنا إن كان على مستوى اتهام جهة خارجية حتى لو كان هذا الأمر اتهام مجهول حتى لو كان هذا الأمر ماذا عن مسؤولية الإداريين والسياسيين الذين كانوا على علم بهذه القنبلة النووية الموقوطة لذلك أعود وأكرر بأن حرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي وهو الفاسدون أعتقد بأن هو تنصرنا المسؤولية ومحاولة أيضا لحصار أو احتواء أي تحقيق مرتقب وأي تحقيق آخر أيضا يطالب به اللبنانيون اللبنانيون اليوم أعتقد بأن أمامهم فرصة حقيقية هنا أستمر مع تصريحات ميشيل عون هو قال أيضا بأن الانفجار سيعيد النظر في النظام السياسي برمته ماذا يفهم من كلام الرئيس اللبناني؟ أعتقد بهذا الكلام كأنه يلاقي الكلام أو الدعوة أو الموقف الذي أو التي أطلقها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في زيارته أمس للعاصمة اللبنانية بيروت عندما دعا إلى عقد سياسي جديد وأظن إذا كان هذا الأمر يلاقي هذا الكلام وأن بدأ في لبنان حقيقة يعني بدأ الحديث بصورة علنية كان هناك الكثير من القوى السياسية ربما تضمر وتستبطن موقفا أو دعوة لتغيير النظام بلبنان أو إدخال تعديلات هيكلية وجوهرية عليه الآن بدأ الحديث بصورة علنية وأنا سمعت أمس واليوم من قبل قوى سياسية فاعلة قياديين كبار سمعت منهم بأن هذا النظام الذي عمر مائة سنة لا بد من إدخال تعديلات هيكلية عليه على مستوى المثاق الوطني وعلى مستوى الصيغة الوطنية وأيضا على مستوى المؤسسات كافة وعامة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة الحكومة زائد الإدارات العامة بس الذي أريد أن أقوله هنا بالتحديد بأن الموقف الذي أطلقه الرئيس الفرنسي أمس إمانويل ماكرون عندما دعا إلى عقد سياسي جديد هو قال ذلك بالعنوان العام ولم يتطرق إلى التفاصيل ولكن هناك أسئلة أيضا برزت وأفرزت من خلال كلام الرئيس الفرنسي هل هناك مشروع دولي وإقليمي أيضا لرعاية إعادة تأسيس لبنان هو قال هذا السؤال مفتوح على الزمن ومفتوح أيضا على التوقيت في أيلول المقبل حيث سيعود الرئيس الفرنسي إلى لبنان هل يحمل معه خارطة طريق واضحة وبنود ونقاط تفصيلية واضحة للعقد السياسي الجديد أو المثاق الوطني الجديد الذي دعا إليه من بيروت في المجمل أستوفيق هل يعني ذلك أن حقبة اتفاق الطائف التي كانت تدير لبنان طيلة العقود الماضية انتهت؟ أعتقد نعم بالرغم من أن اتفاق الطائف لم ينفذ بأغلب بنوده وبأكثر فقراته بأكثرية فقراته لم ينفذ ولكن أعتقد نعم أنه حتى على المستوى العملي هناك الكثير من السلوكيات السياسية على المستوى الدستور وعلى مستوى الرئاسات تم تجاوز العديد من بنود اتفاق الطائف على سبيل المثال بإنعقاد مجلس الوزراء اللبناني أو عقد جلسات مجلس الوزراء اللبناني في القص الجمهوري في حين أن الدستور اللبناني المعروف في الدستور الطائف ينص على أن الحكومة اللبنانية تجتمع دوريا في مقر خاص يعني في السرايا الحكومية لأن يجتمعون في القصر الجمهوري ويترأس الجلسة بدون شك رئيس الجمهورية زائد أيضا بأن هناك دعوات كثيرة من قبل رئاسة الجمهورية لعقد اجتماعات مالية واقتصادية وحتى السياسية وهذا تجاوز للصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي لذلك أعتقد بأن هناك اتجاه عام لبناني وإن لم يعلم بعد وإن لم يتبلور بعد بإعادة بتعديل الدستور أو بوضع دستور جديد يشكل مدخل أساسيا لنظام سياسي جديد أشكرك جزيلا شكرا جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ توفيق شمان موسيقى 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 اتهم سعد الجبري ضابط الاستخبارات السعودي السابق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة قتله وذلك في دعوة قضائية أقامها الجبري أمام إحدى المحاكم الأمريكية يتهم فيها محمد بن سلمان بمحاولة قتله بعد سلسلة من التهديدات التي أرسلها ولي العهد إليه تخيره فيها بين العودة إلى المملكة أو القتل طوعا أو كرها حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولا يزال إعادة سعد الجبري ضابط الاستخبارات السعودية السابق والمستشار الأمين لولي العهد المقال محمد بن نايف إلى أراضي المملكة السعودية ومن بين مئات السعوديين الذين فروا إلى الخارج عقب حاملة بن سلمان الأمنية لإسكات معارضيه مثل سعد الجبري مصدر قلق متواصلا لولي العهد السعودي نظرا لصندوق الأسرار الذي يملكه الرجل فالجبري الموجود حاليا في كندا تولى مناصب عدة على مدى عقود فضلا عن كونه وزير دولة سابق وعضوا في مجلس الوزراء وكان المسؤول الأول عن جهاز الاستخبارات السعودي أثناء تولي الأمير محمد بن نايف مقاليد وزارة الداخلية بيد أن رحلة الجبري بدت ملامح نهايتها بعد اعتراضها على شند بن سلمان حربا على اليمن دون استشارة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي كان يقودها وفي منتصف عام 2015 أعلنت تلفزيون السعودي خبر إقالة الجبري من وظيفته ليغادر الرجل بلاده متنقلا بين أربعة بلدان هي تركيا وألمانيا والولايات المتحدة وأخيرا كندا هربا من يد بن سلمان الباطشة دون رحمة بكل من تصلها من خصوم ومعارضين ولئن استطاع الرجل بمهارته الخروج المبكر قبل أن تلتف الأصفاد حول معصمي فقد بقيت نقطة ضعفه الأهم هناك طفليه سارة وعمر الذين استخدمهما بن سلمان ورقة ضغط ومساومة عليه لإعادته إلى المملكة حيا أو ميتا فأمام محكمة الجزاء في واشنطن اتهم الجبري بن سلمان في دعوة قضائية بمحاولة قتله بعد أيام قليلة من اغتيال الصحفي جمال خاشغج في قنصلية بلاده في إسطنبول وبحسب أوراق الدعوة أرسل ولي العهد السعودي مجموعة من القتلة المعروفين بفرقة النمر إلى كندا حيث يقيم الجبري من أجل قتله وذلك بعد رسالة تهديد خيره فيها بن سلمان بين العودة أو القتل غير أن سلطات الكندية اشتبهت في أعضاء الفريق الذي كان يضم اختصاصيا في الطب الشرعي كالذي قام بتقطيع جثمان خاشغجي فمنعتهم من الدخول الدعوة التي رفعها سعد الجبري خبير الذكاء للصناعي ورجل الأمن العارف بكواليس الاستخبارات السعودية كشفت الكثير من محاولات إعادته الأولى إلى المملكة عبر اتهامات بالفساد ومطالبات الانتربول بالقبض عليه وأخيرا محاولة قتله من قبل فريق بن سلمان الذي يخشى تم المعلومات الهائل الذي يملكه الجبري وهو من قيل عنه يوما إنه الرجل الذي يعرف جيدا مكان دفن الأصرار وينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس منظمة القصط لحقوق الإنسان الأستاذ يحيى عسير أستاذ يحيى مرحبا بك ربما هذه أهلا بكم أستاذنا الكريم القضية التي رفعها سعد الجبري على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متهما إياه بمحاولة قتله ستفتح أبوابا كثيرة في هذا المضمار مضمار استهداف المعارضين في الخارج كيف ترى ذلك؟ أهلا وسهلا بكم هي سوف تفتح أبواب حاولة السلطة إغلاقها أو ظنت السلطة أنه بإمكانها إغلاقها وخاصة بعد قضية جمال خاشقجي رحمه الله السلطات السعودية لا تعلم أن قضية جمال خاشقجي لا تزال مفتوحة عالميا ودوليا وأن العالم ربما بعضه صدق وعود محمد بن سلمان وتوقع أن محمد بن سلمان تعلم الدرس من الأخطاء التي ارتكبت في الجريمة البشعة ضد جمال خاشقجي ولكن عندما تقوم السلطات بهذه الجريمة الأخرى وتفتح قضية الآن أبام المحاكم يرفعها سعد الجبري ثم تثبت السلطات السعودية أنها لا تزال تحاول أن تخترق مشطا وتتابع تحركاتهم فهذا يثبت للعالم أن محمد بن سلمان بهذه الاستراتيجية لا زال مستمرا ولا زال مستمرا بنفس التصرفات وهذا يجعل المجتمع الدولي يفكر مرتين قبل أن يتقل محمد بن سلمان كيف تتوقع تداعيات هذه القضية الجديدة قضية سعد الجبري على مستقبل ولي العهد السعودي الطموح الذي يطمح لأن يكون ملكا للمملكة العربية السعودية المفترض سياسيا أن لا يوجد أحد يتقل محمد بن سلمان وأن يزداد الحذر من محمد بن سلمان محمد بن سلمان لن يهدد فقط الأمن الداخلي وحقوق الإنسان بالأصبح يهدد الأمن خارج بلادنا وأصبح يهدد الاستقرار في المنطقة وهذا بات واضحا أيضا عندما يقوم محمد بن سلمان بتكرار نفس الأخطاء السابقة وبالإصرار أيضا على نفس الجرائم بنفس الطريقة وبنفس الرتم وبنفس التفاعل معها وباستخدام شخصيات سعودية تقدم للعالم وكأنها شخصيات مبدعة مثلا كما رأينا بعض الأسماء التي تنشرها السلطات السعودية كشخصيات يسمونهم شخصيات مبدعة فما نكتشف أنهم في خلايا تجسس وخلايا مطاردة وخلايا قتل عندما تقوم السلطات بهذا الأمر فبالتأكيد أن هذه رسالة للعالم أن هذا سلوك لدى هذه السلطات لدى محمد بن سلمان تحديدا يجب الحذر منه لا يجب أن ننتظر القضاء لكي يقول كلمته بل يجب أن يكون هناك ضغط سياسي موازي لهذه الجرائم وضغط سياسي لائق بهذه الجرائم البعض أستاذ يحيى يرى بأن هناك معطى في هذه القضية مختلف عن باقي القضايا التي تمس معارضين سعوديين أن الشخص المستهدف هذه المرة ليس ناشطا سياسيا ليس معارضا عاديا وإنما هو رجل استخبارات سابق وصف بأنه صندوق أسود للأسرار والمعلومات كيف تتوقع أن يغير هذا المعطى من القضية برمتها ومن وجهة نظري يجب أن لا يغير كثير لأنه استهداف أي شخص هو جريمة السلوك الذي تنتجه السلطات بحد ذاته يجب أن يتحرك العالم وفع هذا السلوك لأنه رأينا مثل هذا السؤال ورأينا مثل هذا التفاعل العالمي بعد قضية جمال خاشوجي رحمه الله كان العالم يتساءل ما هي الأسرار التي يحملها جمال خاشوجي لماذا جمال بالتحديد الآن نرى القضية تتكرر مع شخص آخر لكي تثبت السلطات أن جمال لم يكن مستهدفا بالتحديد بل مستهدف الجميع محمد بن سلمان لا يوجد بديه قيود مغامر مجرم لا يتورع كثيرا عندما يتخذ قرارات مثل هذه هذا ما يجب أن يصل للعالم وليس البحث عن لماذا تم استهداف جمال تحديدا أو جبري تحديدا لأنه واضح الآن أنه لا يوجد تحديد لأحد بل استهداف لكل شخص ممكن أن يغضب منه محمد بن سلمان هذه المرة بات واضح أنه يستهدف شخصيات سعودية بعد جمال سعد الجبري وهناك معارضين آخرين تم استهدافهم أو تم اختراقهم أو متابعتهم ومتابعة تحركاتهم ولكن لاحقا لا يوجد ضمانة أن يتم استهداف صحفيين عالميين سياسيين عالميين لا يوجد ضمانة لسلوك مثل هذا الشخص لذا يجب أن يكون الضغط حقيقيا طيب سلوك سعد الجبري المسلك القضائي برفعه دعوة أمام المحاكم الأمريكية ضد ولي العهد السعودي هل يوفر له الحماية برأيك؟ بالتأكيد أن التصعيد وإبراز القضية سواء قضائيا أو إعلاميا أو سياسيا أنه يضيف مزيد من الحماية وهنا رسالة للمجتمع السعودي تحديدا أنه يجب أن لا نصمت على انتهاكات السلطات أيضا أهل المعتقلين الذين في الداخل أهل ضحايا التعذيب عندما يصمتون ويظنون أن المسلك الدبلوماسي والسياسي مع السلطات السعودية ومحاولة تصديق السلطات أنه سوف يؤدي إلى نتيجة هذا الأمر خاطئ جملة وتفصيلا سعد الجبري صمت كثيرا حتى بعد اعتقال أطفاله صمت لذلك وظن أنه ممكن أو ربما ظن أنه ممكن أن يتم التفاوض مع النظام أكبت النظام أن هذا الأمر غير ممكن لذلك التجاهل للتصعيد التصعيد هو الحل الوحيد مع هذا النظام لأن النظام مصاعد ومتخذ أعلى درجات التصعيد مع الجميع دقليا وخارجيا لذلك لا يجوز لنا ولا يمكن لنا أن نستمر في محاولة إحسان الظن بهذا النظام شكرا جزيلا من لندن عبر سكايب رئيس منظمة القصد لحقوق الإنسان الأستاذ يحيى عسيري مجالنا متواصل مشاهدين لكن بعد هذا الفصل أهلا بكم من جديد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر شامل على التعامل مع المالكين الصينيين لتطبيقات تيك توك وويتشات وهي خطوة قال المسؤولون الصينيون إنها تلاعب سياسي تسري الأوامر التنفيذية المزدوجة في غضون خمسة وأربعين يوما ويمكن أن تمنع التطبيقات الشائعة من متاجر تطبيقات أبل وجوجل ما يؤدي إلى إزالتها فعليا من التوزيع في الولايات المتحدة خطوة جديدة قد تلقي مزيدا من الحطب على نيران التوتر المشتعلة بين واشنطن وبكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض حظر شامل على المعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لتطبيق المراسلة ويتشات وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك ما يصاعد التوتر القائم بالفعل مع الصين بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا العالمي ترامب وقع أمرين تنفيذيين على أن يبدأ العمل بهما خلال 45 يوما وذلك بعدما قالت إدارته إنها تكثف جهودها لحذف تطبيقات صينية غير موثوق بها من الشبكات الرقمية الأمريكية ووصفت تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس ويتشات المملكة لشركة تانسانت هولدينغز بأنهما يمثلان تهديدات كبيرة لا يحدد المرسومان العواقب لكن الحظر المفروض على أي تعامل مع الشركتين قد يجبر جوجل وأبل على حذف الشبكتين من متجري التطبيقات الخاصين بهما ما يمنع فعليا استخدامهما في الولايات المتحدة بكين من جانبها أدانت الخطوة الأمريكية واعتبرت أنها تلاعب وقمع سياسي وضعت الولايات المتحدة مصالحها الخاصة فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية وتقوم عن قصد بالتلاعب السياسي والقمع على حساب حقوق ومصالح المستخدمين والشركات الأمريكية أما الشركة المالكة لتطبيق تيك توك فقد عبرت عن صدمتها من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مضيفة أنها قد تلجأ إلى القضاء الأمريكي لضمان الحصول على معاملات عادلة فيما أعلنت المنصة التي تضم مليار مستخدم عن افتتاح مرتقب في إيرلندا لأول مركز بيانات لها في أوروبا للمستخدمين في هذه القارة حيث أن بياناتها تخزن حاليا في سينغافورا والولايات المتحدة وهي خطوة قد تصعب من مساعي مايكروسوفت في الاستحواذ على المنصة حيث تدور مفاوضات منذ أكثر من شهر بين بايد دانس الصينية ومايكروسوفت لقيام الأخيرة بشراء عمليات الشركة في السوق الأمريكية والتي تضم قرابة 100 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق قبل أن تعلن عن رغبتها الحصول على كل العمليات العالمية للتطبيق وفقا لتقرير أوردته صحيفة Financial Times وينضم إلينا من ديترويت أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شهين دكتور مصطفى مرحبا بك أين أنه وسهلا بحضرتك أستاذ عصام وسعداء بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين شكرا جزيلا دكتور بداية كيف ترى وجهة النظر الصينية التي تقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خرق مبادئ وقواعد السوق الدولية بالمرسوم الذي وقعه ذلك هل بالفعل فعل ذلك ترامب؟ هو خلي بالحضرتك الآن في شد وجاذب كبير جدا بين ورات المتحدة الأمريكية وبين الصين والأمر واضح تماما بالنسبة لنا أن الصين سابت عند الحكومة الأمريكية أن هناك حالات تجسس فعليا في بعض الرقائق الإلكترونية وأن أغلب الاختراقات التي تتم لوزارة الدفاع الأمريكية أو لغيرها بيكون من شاعها الصين وبالنسبة لأمن القوم الأمريكي أصبح هناك شيء من اليقين عند الإدارة الأمريكية أن الحكومة الصينية الآن بتحاول أنها تسيطر على كل القدرات الأمريكية في سرقة الأخبار والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات أصبح تسرق من الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي صرح بأكثر من مرة أن الحكومة الصينية بتسعى إلى هذا سعيا حسيسا جدا للسباق التكنولوجيا بينها وبين أمريكا فأمريكا بتحاول تسعى سعيا حسيسا أنها تقلص الوجود الصيني عن طريق حتى حلفاءها داخل الأوروبا أن الوقت المتحدة بتطلب من الأوروبيين نفسهم عدم أغذى أي تكنولوجيا من الصين حتى لا تستطيع الصين أن تكون متفوق أكبر على القدرات الأمريكية وهل هذا جائز دكتور مصطفى نحن نعيش في نظام اقتصادي عالمي يعني يضغى عليه السوق الحر هل هذا جائز؟ العالم تحكمه الصراعات وقضية أن في حرية التجارة حرية التجارة كانت لمصالح حرية المتحدة الأمريكية لما أنشأت منظمة الجات ولما أنشأت منظمة التجارة العالمية كان لمصالح حرية المتحدة الأمريكية الآن إذا حرية التجارة ستؤذي الاقتصاد الأمريكي فالرئيس الأمريكي اتخذ قرارات منذ قرابة العام بالحد من الصادرات من صادرات الحديد والصول باللولايات المتحدة الأمريكية وفرض على الألمونيوم وفرض تعريفات جمهوركية عشان يحد من الواردات الصينية الصين بتصدر الأمريكية ب500 مليار دولار حرية التجارة الآن الصين تريد أن تستخدمها والصين فعليا لا تتبع حرية التجارة الصين تتعامل تخفض قيمة عملتها الوطنية حتى تستطيع أن تغرق الأسواق العالمية كلها ولن تستطيع العالم أن يستمر على هذا النحو لا يمكن للعالم كله أن يعتمد على ورشة واحدة هي التي تقوم بالإنتاج بالنسبة له فحتما الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي كثير جدا من دول أوروبا على حفة الإفلاس وشفنا المظاهرات في فرنسا وشفنا أسبانيا وشفنا إفلاس اليونان كل هذا وضع المزري لأوروبا الآن لا يمكن أن يستمر مع قواعد حرية التجارة اللي الصينيين بتتعمد تخفض أجور العمالة الصينية وعندها الصين عندها إمكانية لمدة 20 سنة كمان حتى تستطيع أنها تأخذ العمالة الريفية اللي عندها في القطاع الزراعي وتنقلها للقطاع الصناعي وتستطيع أنها تسيطل على أوروبا وأمريكا وتستطيع أنها تنفس مع دول العالم كلها في الأجور المتفضة اللي حققت فوائد للشركات الأمريكية الآن في صراع جوة أمريكا نفسها بين الشركات الأمريكية وبين الأمن القوم الأمريكي لأنها في الأول الآخر الشركات الأمريكية حققت فوائد ضخمة جدا من الغفاظ وكذلك أيضا المستهلك أمريكا حققت أيضا فائد نتيجة أنه بيستهلك سلعرخيصة إحنا أمام تحدي ضخمة جدا مش بس الأمريكا بل أوروبا بالكامل للعالم كله وهنا يمكن دكتور بطبيعة الحال يتوقع أن يكون هناك رد فعل من الصين في هذه الحرب الاقتصادية أو التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ما تأثير هذه الحرب الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم على الاقتصاد العالمي وعلى منطقتنا نحن في الشرق الأوسط هل سنتأثر بها أزمة جوة أمريكا الآن إن الشركات الأمريكية الآن أصبح أمامها سوق ضخم جدا جوة 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 الصين فلو الحكومة الأمريكية صعد من إجراءات التجارية العقابية أو اللي هي السياسات الحماية التجارية الصلة وجد هذا الأمر بالنسبة للشركات الأمريكية الشركات الأمريكية أيضا ستحقق كسائر جوة السوق الصيني كلي بالحضرتك أن الآن السوق الصيني أصبح ضخم بتتكلم عن مليار وربعمائة مليون نسمة لو أنا قلت بس عشرة في المية من المجتمع ده بيشتري أي سنعة أمريكية بتتكلم حضرتك أكثر من مليون أكثر من مية واربعين مليون لو أنا قلت بس فقط عشرة في المية من المجتمع الصيني هشتري السنعة فهنالك الآن صرح حتى جوة الإدارة الأمريكية بين الشركات الأمريكية أنها ممكن الصين تقفل فوق الشوم أنها ما تقدرش يتبيع جوة الصين ومن ناحية أيضا الأمن القومي فالآن احنا أصبحنا أن الرأس المالية نفسها مصالحها أصبحت ضد الدولة القومية هذا لم يكن من قبل الدولة القومية في السبتينات والسبعينات كانت بالحق الشركات عبر السقرات كانت بالحق مصلحة الدولة القومية الآن أصبحت شركات ضد مصلحة الدولة الوطنية وده اللي احنا شايفينه في النموialsج الأمريكي ونموialsج الأوروبي نفس الأمر بالنسبة لأوروبا شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية كان معنا عبر سكايب من ديترويت أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد تأسيسه حزبا جديدا وذلك بعد أكثر من شهرين من فصله من الحزب الحاكم وقال مهاتير أن الحزب الجديد سيكون مستقلا ولن يتمشى مع ائتلاف المعارضة بخيادة أنور إبراهيم وأوضح مهاتير أن الأجندة الرئيسية للحزب ستكون على غرار النضال الأصلي لحزب بيرساتو وهي القضاء على الفساد أبرز محطات مهاتير محمد في التقرير التالي مهاتير بن محمد ولد بمدينة ألورستار عاصمة ولاية قدح بماليزيا وذلك خلال الحقبة البريطانية بعد دراسته في الثانوية البريطانية في البلاد تحق مهاتير محمد بكلية الطب في كلية الملك إدوارد السابع الطبية في سنغافورة وتخرج منها عام 1953 وعمل طبيبا في المستشفيات الحكومية في ماليزيا ثم عاد إلى مسقط رأسه وفتح عيادته الخاصة حياته السياسية بدأت عام 1964 حيث انتخب عضوا في البرلمان الماليزي عن مسقط رأسه من ضمن حزب منظمة الماليو الوطنية المتحدة عام 1974 عين وزيرا للتعليم وبعد عامين انتخب مهاتير نائبا لرئيس حزب منظمة الماليو الوطنية المتحدة ليعين فيما بعد نائبا لرئيس الوزراء الماليزية وبعد خمس سنوات أصبح مهاتير محمد رئيسا للوزراء شهد أول عامين من حكمه صراعات مع العائلة الملكية وذلك لزيادة سلطاته ولكنه نجح في تسوية هذه الأزمة وتولى منصب رئيس الوزراء لخمس مرات متتالية وهي أطول فترة حكم قضاها رئيس الوزراء في تاريخ ماليزيا وخلال حكمه شهدت البلاد نموان اقتصاديا ملحوظا حيث رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي بسبب سياسة الصندوق المصرفية وقام بخصخصة المؤسسات التابعة للدولة مثل شركات الطيران والخدمات والاتصالات ما زاد من دخل الدولة واستثمر هذه الأموال في مشاريع البنية التحتية إضافة إلى تحسين ظروف العمل للموظفين وفي عهده أنتجت ماليزيا سيارة بروتون محلية الصنع وذلك بالتعاون مع شركة يابنية عملاقة عام 2003 تقاعد مهاتير محمد من رئاسة الوزراء وخلال فترة تقاعده ألف العديد من الكتب وكتب مذكراته ولكنه ظل يتابع السياسة في البلاد عام 2016 أعلن استقالته من حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة بسبب دعمه لحكومة نجيب عبد الرزاق المتهمة بفضائح غسط الأموال وفساد وبعد سبعة أشهر أعلن دخوله السياسة من جديد من خلال تأسيسه حزب السكان الأصليين الماليزية وفي العاشر من مايو عام 2018 تولى مهاتير محمد منصب رئيس الوزراء وبعد أدائه المهام بنحو عامين وفي عمر يناهز خمسة وتسعين عاماً قدم في الرابع والعشرين من فبراير عام 2020 استقالته للملك الماليزي عبد الله شاح وفي السابع من أغسطس عام 2020 وبعد أكثر من شهرين من فصله من حزب السكان الأصليين الماليزية الذي أسسه عام 2016 أعلن مهاتير محمد تأسيسه حزباً جديداً ومستقلاً وسيتميز عن المعارضة الماليزية الموجودة وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم مع زميلة رشا الحلبي تفضلي رشا شكراً لك عصام أهلاً بكم دعوة قضائية رفعها سعد الجابري مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام محكمة أمريكية يتهم فيها بإرسال فريق اغتيال لقتله في كندا وجاءت محاولة القتل الفاشلة التي استهدفت الجابري بعد أيام من اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصولية بلاده في اسطنبول حسب ما تكشف وثائق الادعاء في قضية وتشير الوثيقة إلى أن سبب فشل المحاولة المزعومة هو اشتباه رجال الأمن الكادنديين في مطار بيرسون في تورونتو في أعضاء فريق الاغتيال لدى محاولتهم دخول بلاده مع الإشارة إلى أن الجابري يقيم في المنفى منذ أكثر من ثلاث سنوات تحت حماية أمنية خاصة كما ترفق الدعوة نسخا من رسائل واتساب أرسلها بن سلمان للجابري تطلب منه العودة إلى بلاده خلال 24 ساعة وإلا فإنه سيقتله ردود فعل واسعة رافقت هذا الخبر الجابري يقلب الطويلة على بن سلمان برفعه دعوة قضائية ضده في أمريكا وكشفه عن شبكة الاغتيالات الخاصة به التي تتعاقب المعارضين في الخارج وتغتالهم ورسائل بن سلمان التهديدية ستشكل ضغطا سياسيا وأعلميا جديدا ضده ورأها مغارضون بابا جديدا يدخل منه ترامب لاستغلال السعودية يوم صعب على بن سلمان فالجابري فضحه معه وفريقه الإجرامي والقادم أسوأ بحسب المغارضين والكثير من الأسرار الخطيرة سيجنشها تباعا شقيقة المعتقلة لجين الهذلول غردت قائلة إنها وصلت لقناعة أن محمد بن سلمان غير صالح للإمساك بمقاليد الحكم رغم طموحه ونشاطه ولكن وبغض النظر على الموقف من سعد الجابري فإنه لم يفشي أسرار الدولة مع قدرته ولم يستخدم معلوماته من منصبه السابق للانتقام المعلومات في دعواه لم تتعد غرد حمايته من التصفية فقط في هذه الأثناء قامت السعودية بالتعاون مع الصين بتوسيع برنامجها النووي وشيادت بمساعدة شركتين صينيتين منشأة لاستخراج ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء والتي تستخدم وقودا للمفاعلات Wall Street Journal وصفت الخطوة بالمتقدمة لتحقيق هدف تطوير التكنولوجيا النووية الخاصة بها وفق مسؤولين غربيين منتدى دفاع العربي عاز سبب تأخر برنامج السعودي النووي إلى تمسك السعوديين بحقهم في امتلاك كامل دورة الوقود هذا بينما نافت وزارة الطاقة السعودية بشكل قاطع المعلومات المتعلقة ببناء مؤسسة لحصول على اليورانيوم مؤكدة إبرام عقد مع الصينيين لاستثمار تلك المعادن أما وكالة الاستخبارات الأمريكية فتقوم بتطقيق سري حول مساعي السعودية لتطوير السلاح النووي بحسب ما أفاد تقرير لنيويورك تايمز تفاوتت ردود الفعل حول هذا الخبر استغرب البعض مرور الخبر بسلام على كثيرين يرى ناشطون أن ملفات عديدة تنطوي تحت تعاون السعودية بالسر مع الصين وهي تهم الكونغرس والأف بي آي ووكالة الاستخبارات المركزية وتموس ترامب ليتسأل مغاردون ماذا ستفعل الولايات المتحدة استغرب آخرون ما سموه توجس تقارير غربية من إقامة المنشأة فالسعودية تمرس حقها في استثمار ثرواتها المعدنية بما فيها اليورانيوم في المجالات المدنية والسلمية إذ إنها تملك ستة في المئة من الاحتياطي العالمي لليورانيوم ليتندر أحدهم قائلا ربما ظنت السعودية أن كعكة اليورانيوم الصفراء هي كعكة فعلا فتفكير الدولة السعودية لا يتجاوز البطون أما الأمور السيادية والاستراتيجية فهي بيد الأمريكيين وإلى ملف معتقل الرأي في السعودية وجديده فيديو للأستاذة الجامعية سابقا يمنى محمد ساي والتي سبق أن اعتقلت تعصفيا ثلاث سنوات تكشف لأول مرة عن مشاهدات لها في سجني ذهبان والحائر لعدة محاولات انتحار لمعتقلات فقدنا الإدراك بعد فترة من إنغام السلطات لهن على تناول عقاقير عصبية ونفسية مضرة نتابع نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم وعودة إلى كاسم شكرا لك رشا العلم اللبناني مرئي من السماء فوق إدلب فقد قرر فنان الجرافيتي السوري عزيز أسمر إنشاء لوحة جدارية كبادرة تضامن مع ضحايا انفجار بيروت على أنقاض إحدى البنايات التي تهدمت بفعل قصف روسيا والنظام رسم عزيز لوحته التي عبر فيها عن التضامن مع المدنيين حيث إن مشاهد الدمار الواسع بعد انفجار مرفع بيروت يعايشها السوريون منذ سنوات لنتابع قصته ترجمة نانسي قنقر اليوم رسمنا عن الانفجار الهائل الذي حدث بمرفع بيروت نحن ضامن مع المدنيين اللبنانيين الأبرياء يلي عبيعانوا من الفساد المشتشرة في البلد نعزي الأبرياء يلي قطلوا في تفجيرات لبنان يلي قسم تبير منهم هني من العمال السوريين بهذا نأتي إلى ختم مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه شرق المتوسط وصراع ترسيم الحدود البحرية انفجار بيروت وتداعياته على المشهد السياسي سياسة بن سلمان في ملاحقة المعارضين شكرا لحسن المتابعة ودومتم في أمان الله